لين حد هذه اللحظة وإحنا تقيمة بأننا سنتين من طبق الفار لين حد هذه اللحظة في مشاكل في الفار كتير عندنا؟ طبعا تقنية الفار عندنا في مصر تخطط نسبة النجاح فيها الـ 75 و 80% خلي بقى لك ما فيش دولة في العالم بتتخطى الـ 92 و 95% التعادل الإنجليزة أوه كل ما تشاتوا فيها أخطاء تحكمية في الفار وحتى حكم ما بيسمعش للفار فعنا عشان عايزة أقول الناس اللي ظلمة الفار الـ 70-80% دول شوف كان هيبقى فيها أخطاء قد إيه لو ما فيش تقنية فار عندنا ركلات جزاء بتتحسب والفار بيلغيها عندنا ركلات جزاء ما بتتحسبش والفار بيحسبها عندنا أهداف بيتيجي من تسلولات أو بيتيجي من أخطاء في الهجوم الواعد الـ ABB من زميل محرز الهدف وبيرجع فيها الحكم وبيلغي أهداف زي نهاردة ماتشا أسوان وإنبي كابت المحمد عادل برضو الحكم الفار استدعاه وقال له فيه لمسة يد قبل لاعب إنبي ما يجيب جول ورجع وشاف تقنية الفار بعد استدعاء حكم الفار وشاف فيه إعلان اللي فيه الإيد وبالتالي يعني الفار بيتدخل فيه ناس مش فهم الفار سيطر على الشغب كابتن كريم أنت دلوقت كنا زمان بنشوف في الفترات ما قبل الفار إن أي مشكلة تلاقي خمس ستة لعيبة من كل فرقة يروحوا ويدربوا ببعض ويدخنوا ببعض والحكم مش شايف دلوقت الفار بقم سيطر على دي في تحديد الهوية وفقرة من ضمن الأربع فقرات تحديد الهوية أن أنا بحدد هوية اللاعب اللي مرتكب المخالفة وبستدعي الحكم بقوله اللاعب رقم اثنين من فريق ايه والرقم ستة من فريق بيه كل واحد ضربت تاني أو ارتكب أيا كان السلوك اللي ارتكبه فدي في حد ذاتها من الفار سيطرة على التشابك اللاعيبة دي تقنية ورده موجودة ما حدش تكلم فيها ولكن ما حدش تكلم فيها ولكن أثرت وخلت الحكام بتقدر تسيطر على تقنية الفار ايه بقى مشكلة الخط بتاعة التسلل؟ يعني كل حالة يقولك أصل الخط مرسوم غلط أصل الخط مش مرسوم مش عارف زي ليه دايما عندنا مشكلة في موضوع الخط دي بقى مش موجودة في الدولة الإنجليزية يعني رسمة الخط الغلط دي مش مسمعها لا والله موجودة والله موجودة والله موجودة في السنة دي ماتش منشيرتسر اونايتد وليفربور كلنا وحنا بنتفرج قلنا تسلل ولاقينا الحكم بيحسب جول بعد ما استمع لتقنية الفار وحسب جول وكلنا قلنا تسلل لكن الخط مرسوم غلط ساعد لا زاوية الكاميرا هي بتبقى عامل مساعد في اكتشاف الخطوط ولكن مش مقولتش بيترسوم غلط لا حكم الفار بيرسم الخط لا لا هو فيه واحدة لا استنوا مش دي يا جماعة ده فيه واحدة أنا شايفها قبل ما نروح لدية ده فيه واحدة في المقاولين والمصري ماتش المقاولين والمصري يا كابتن واجيه الراجل لاسم الخط جوه نص مش فاخر لو معنا الصورة يا جماعة مش شاف حاجة شفتها أنا شفتها شفتها أنا رأيي بالعين المجردة تسلل بالعين المجردة تسلل بالعين المجردة هتغلنا عشان نتكلم فيها لأن العلم ده حلم وتقنية عشان ما عشان ما عودش كل لعبة لو أنا شككت في التقنية خلاص ألغيها بقى بس هو الخط ده مش مانيول بيترسم مانيول لأ لأ نقط بحط نقط عند آه هيا كابتن بص حضرتك الخط مرسوم في نص اللعب بتاع المصري لأ من الدراسه تقريب لأ هو مفروض يترسم لأ هو مرسوم الخط من عند من عند الرجل من تحت رجل الكعب الرجل بتاع لعب المصري ماشي من عند الكعب الرجل بتاع لعب المصري هو مرسوم مش من نص اللاعب زي ما حضرتك كنت لا هي من عند الكعب بتاع لعب المصري اللي هي الرجل الأقرب لخط الماربا هي دي اللي مرسوم مش عارف واضحة بالنسبة لك واضحة بس انت شايفها تساله انا شايف اللعبة مع تقنية الفار شايف انها هدف سليم مع تقنية الفار لان انا ما قدرش انكر العلم إلا إذا استخدم الخطوط بطريقة خطوطة او استخدمت النقط بطريقة خطوطة انما ما قدرش انكر الحلم ما قدرش اقول لان كده لو انا اتكلمت وقلت هذا الكلام وانا من ضمن المحاضرين الستة اللي في مصر في تقنية الفار يبقى انا بشكك في هذا التخصص طب ايه موضوع ان الفار محتاج وان الصوفتوير عندنا مش معمول له هل الكلام ده برضو علمي ومفهوم وصحيح ولا هو مفروض في كل سنة بتبيعة للشركة وبتيجي تعبد تعمل update اه تعمل update للبرنامج نفسه وممكن الاتحاد المصري ممكن اشتري البرامج الجديدة بتاعت تقنية التسلل وحتى مش هتاخد عشر اخمستاشر ثانية في الحالة التحكمية بالنسبة لخطوط التسلل وتبقى شارب يعني واضحة جدا واضحة ما في الماء وطبع ليه بنتأخر في الحاجات دي يا كابتنوية تفتكر بنتأخر لان احنا وصلا يا تفاصيل زي ما حالك بتتكلم كده دلوقتي ده update ده الواحد الموبايل بتاعت لما فيه برنامج عايز يعمل له update عشان مش هقف اشتغل إلا بالupdate موبايلك انت دي حاجة حاسمة يعني ما فيهش هزار ما برضو مفروض اول السنة مفروض الاتحاد المصري يبعت الشركة والشركة تيجي تعمل update لكل لكل البرامج اللي موجودة على تقنية الفار مش خط التسلل بس لكل البرامج اللي موجودة وبرضو عندنا دور مهم جدا في تواجد الكاميرات خلي بالك تواجد الكاميرات مهم جدا يعني ما بقاش انا عامل تقنية الفار وعمل كل حال وصرف ومكلف وكاميرات محطوطة غلط صح بس بس احنا دلوقتي طبع الحقيقة اه بالنسبة للتلفزيون بيعلمه احنا بنعلم مكان الكاميرا بحيث ان الكاميرامان بييجي عارف مكانه صح عارف مكان الكاميرا فين ومحطوطة فين وتحطي فين بالتالي ما عندناش مشكلة في الحتة دي كون زي ما عندنا مشكلة لما دلوقتي ما عندناش مشكلة طيب هيل جدا